حياكم الله من جديد نبدأ في هذا الدرس بتصميم الواجهة الخاصة بلعبة تيك تاك توي فعد أبدأ بالعمل سوف أذهب هنا إلى الديمو الخاص بي أكون فولدر جديد أسميه تيك تاك توي وفي داخل الفولدر أكون فولدر آخر أسميه لوكل لماذا؟ لأنه الآن سوف نكون لعبة لوكل ولحقا سوف نكون لعبة لللعبة أونلاين وسوف أنسخ الستارت أب أنقلها لللوكل ووضع كوبي من عدها أوكي شي رائع الآن بعد أن عملت كوبي من عدة أشغلها من هنا عن طريق Open Exist Project وAndroid Studio Project وأتأكد ديمو تيك تاك توي لوكل هذا هو المشروع الخاص به طبعا نعلم إيش فكرتنا هذه كما قلت لك كالعادة وعدك يا في كل فيديو وهي مجرد واجهة جاهزة أو تصميم تطبيق جاهز إذن نسمي هذا تيك تاك توي لوكل نسمي بهذا الشكل وأتأكد أنه أذهب إلى البلد ومن البلد أعمل Clear Project حتى يعمل لي Clear Project ما يبقي لي بأي مشاكل ويصبح جاهز للعمل طبعا نتظر قليلا حتى يكون كل شي جاهز وأعمل كلير أعمل كلير أنا أذهب للواجهة وأبدأ بتصميم لعبة تيك تاك توي تتعلم لعبة تيك تاك توي إيش فكرتها لعبة تيك تاك توي هي لعبة بسيطة جدا طبعا فيها تسعة أزرار طبعا لوجد لك Draw Tool وأضح لك إياها إنه هي متكونة من تسعة أزرار وكل زر يمثل حركة معين يعني إيش يعني فكرتها هكذا عندك واجهة بهذا الشكل وفيها تسعة أزرار واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة طبعا تقدر أنت تقول أوكي أنا أجيب واجهة اعتيادية طبعا أنا أقول لي مشكلة عندي في البولت دعني أعمل كلير بروجيكت مرة أخرى حتى يعمل كلير لها أوكي أعمل كلير مرة أخرى فهنا أنت تقول أوكي أنا أقدر أخذ بوتون وأضع هذه البوتون وأستمر الثانية وثالثة ورابعة وخمسة وضع بيناتهم وكمل طبعا هذه الطريقة ممكن تنحل لكن هناك طريقة أسهل بكثير من هذه المعاقدات وكونسترين وتزحف وما إلى ذلك وبإضافة لذلك ربنا نتعلم بعض أنواع أخرى من اللايات طبعا أنت لو جيت ذهبت هنا في اللايات ترى أنه ليس في وقضي كونسترين عندنا كثير عندنا تايبل كل هذه سوف نشرحها على مختلف الدروس اللي تستخدمها أنا الآن من التايبل كل اللي أفعل أوكي عندي تايبل وفي التايبل أضع ثلاثة روز من هذا أضع ثلاثة وفي كل روز أضع ثلاثة بوتون وهذا هو لا أضع كونسترين ولا أبدا طبعا مثل ما قلت لك أنت كنت كنت تكمل بكنسترين كمل لكن أنا سوف أستخدم التايبل لغرض أن أعلمك عدم أكثر من أدوات إذن حتى أحاول هذه الكونسترين إلى تايبل أذهب إلى الكود لو ترى أيش اسمها هنا لهنا أيش عملت له تصغير هذا ترى أن اسمها هذه أختارها كلها وسميها تايبل لايات لو جاءت لأنها بتيت ديزاين ترى غير لها إلى تايبل لايات طبعا التايبل المفروض يكون بروز فأضع فيه ثلاثة روز واحد ثم اثنيا ثم ثلاثة قلنا في كل روز أضع ثلاثة بوتون أذهب من هنا وأضع هذه البوتن الأولى انظر ووضع ليها بهذا الرو أضع البوتن الثانية بالرو وأضع البوتن الثالثة بالرو اللي هي أينها؟ اللي هي هذه هي أضعها أيضا في الرو إذن ثلاثة بوتن بنسبة الرو نظر كيف صفت ليهم تلقائيا لأنهم رو وأجعل الثاني أقول لهذه بوتن أولى هذه بوتن ثانية هذه بوتن ثالثة أي ثلاثة بوتن ثانية في الرو الثاني أجعل الثالث أقول لهذا أيضا بثلاثة بوتن واحد واثنيا وثلاثة إذن ثلاثة بوتن أيضا في الرو الثالث أوكي الآن ثلاثة روز ثلاثة بوتن سكوشي تمام الآن هذه البوتون مفروض أغيرها حجامها يعني أنا ما عجبني حجمها بهذا الشكل خلي أفترض أن حجم البوتون أغيرها إلى إيش أربعين أربعين بي تي بي تي هي وحدة قياس أيضا حالة حال البيكسل يعني ممكن تنكتب بيكسل ممكن تنكتب بي تي لكن بي تي هي أفضل في تطبيقات الأندرويت حتتتوالم مع مختلف أنواع الأجهزة إذن أيضا أجعل ارتفاعها أربعين بي تي يعني أجعلت ارتفاعها وعرضها الثابت ما يتغير وأعطيها اسم أعطيها اسم هذه أعطيها اسم بي يو وان وأستمر للبقية كل واحدة أعطيها أربعين بي تي أربعين بي تي ولا أنسى أمسح النص الموجود في داخلها حتى تكون عندي لعبة إذن هذه أسميها بي يو تو أربعين بي تي أربعين بي تي وأمسح النص الموجود في داخلها هذا إيش تكون بي يو ثري أعملها أربعين بي تي أربعين بي تي ارتفاعها وعرضها وأمسح النص في داخلها. هاذي ايش اعملها ايضا? اربعين اه سوري بيو فور اعملها اربعين بيتي اربعين بيتي وامسح النص اللي بداخلها. واستمر كالعادة. هذي بيو فايف واربعين اربعين وامسح النص اللي بداخلها. وهذي بيو سيكس اربعين اربعين امسح النص اللي بداخلها. وهذي ايضا بيو 7 4040 أمسح النص اللي بداخلها بيو 8 و 4040 أمسح النص اللي بداخلها وهذه أيضا أعملها بيو 9 4040 أمسح النص اللي بداخلها شي جميل إذن طبعا سوري أمسح النص اللي بداخلها إذن 9 buttons لكن لو ترى أنا وضعية البутن ما عجبتني حاليا لأنهم كلهم واقفين في هذا الاتجاه لو جيت اختاريت هذه أبحث في وابتح أبحث عن شي اسمه Graphity Graphity لو ترى هذه Layout Graphity كلها Center طبعا Center مو هذه أختار من هذه Center ممكن ما اشتغلت هاي عندي ممكن أن تبقلها Graphity هذه وأقلها الثاني وعملها Center طبعا مو هاي اللي راح تشتغل زيلها هذه هذه Graphity الأولى لمجرد كلمة Graphity أجعلها Center انظر لو تغلط ال Center يقول لي كل محتوى للنص لو قلت لي أريدها من Lift يضع ليها كلها من Lift هي كل أساسها من Lift لو قلتها من البتن يقول ليها كلها بالبتن Top هي أصلا بال Top يعني أي مكان تريدها And Start أنا أريدها من Center فأقول لي أريدها كلها بال Center فوضع ليها في Center يعني في Center سكرين بهذا الشكل الآن أوكي الروز الخاص بها أيضا أيضا نقل انظر هو كلها نقلها بالمحتوى لكن الروز ما نقلها في المنتصف الآن الروز أيضا نقلها في Center انظر هذا نقلها بال Center يعني اختار الروز وأقول له Center اختار هذا الروز وأقول له Center واختار هذا الروز وأقول له Center الآن كلهم نقلتهم بال Center انظر كيف شكلهم يعني أصبحوا أكثر أكثر يعني أكثر جمالا أكثر من وضعي الاعتيادية اللي إحنا نراها يعني بالشكل الطبيعي الآن تستخدم Colors يعني أغير الألوان الخاصة بها أجعلها أكثر جمالا فلو تذهب هنا في ال Drawable وتضيف ألوان جديدة في ال Colors سوف أضيف لونيا اللون الأول هو الأبيض واللون الثاني هو يكون الأبيض الغامض يعني كأنما رمادي إذن أوكي لو ذهبت إلى ال Color فاللون الأبيض الغامض أجعله بهذا الشكل أقول له أضيف لي Color والColor name أسوي ليها Back White يعني أبيض غامض أو نقدر نسمي Gray إذا يعجبنا أي أسمي عجبك سمي يسمي وهذا يعطي Color فال Gray أنا أستخدمه عادة هاش أسمي D4 ثم D3 ثم D3 سأتوقع هذا ال Gray أوكي؟ وأكون Color آخر لل white يعني Color لل white ال white كنا نعرافه F F F F F لا يصدأ كذلك؟ هذي هكساد السموط طبعاً تقول إنت أني أنجبت هذا أقول لك أنه هذا اللون الأبيض اللي كما عملناه سابقاً ثلاثة ستة ايه اتوقع ستة هنا ثلاثة ستة نعم اذا هاي عندي الواي وعندي غري اذا اذهب هنا ان هذه اللايات الـ table of view لو جذ ذهبت هنا بحث على شي اسمه background بنسبة الـ table of view اختار من من الـ string اتوقع عندي الـ string اللي انا عملتها hopefully colors هاي اللي انا عملتها بالـ colors هاي اللي انا عملتها عندي grey و white اجعل background كله white تروا ترى كل background white الان هذه الـ buttons الـ buttons اللي عندي هاي الـ buttons اغيرها اللون الخاص بها الى ابيض طبعا ما عرف انه كان في الان background الخاص بها grey شكله مو grey اللون اللي وضع عندنا هو هل هو فعلا غري؟ هل هذا اللون فعلا غري؟ مفروض هذا غري شكله غري نعم لكن هذا يحتاج ان اغير لوني انظر الـ button اغير background الخاص بها اغيرها من الـ colors الالوان اللي انا اضفتها اللي هو الـ white اللي اضفت انا قبل قليل انظر واستمر ممكن تستخدم هذا الاسلوب ممكن تستخدم اسلوب الكود الخاص مباشرة لكن اذا تستخدم الـ design بدون ما تصل للكود ممكن من هنا colors white طبعا ما تقدر تختار الكثار من واحدة تغيرها للأسف يعني لازم واحد واحد او كما تعلم انه ممكن من الكود وممكن تغيره او من هذا المكان ممكن تغيره اذا اغيرها كلهم واحد واحد بالسرة حتى اغيرهم بالشكل اللي انا اريده ويعطيهم هذا الشكل الـ white طبعا اذا اشفته مزعج لك مجرد انسخ هذا ctrl-c انسخ الكود تعال هنا سيلك ctrl-v تعال هنا ctrl-v او كي nine buttons صارة بالشكل اللي اريدهم طبعا هذه البوتون احتاج ان اوضع بينهم مسافة لو جد اختاريتهم جد ذهبت من هنا اقول لك او كي انا عندي nine buttons لكن هذه البوتون اضع مسافة بينها وبين الثانية استطيع عملها بعدة طرق يعني استطيع اذهب من هنا وابحث على شي اسمه فبايدنج اقولي اوكي اجعل لي بايدنج من الريت من هذه الصفحة اقولي اوكي اجعل لي بايدنج من الريت من مقدار 10PT اجعل لي بايدنج مارجن لان بايدنج ضمن نفس الأوبجيك سوف نشراحه حقيقا عن البيتنج نستخدم Layout Margin أقول له من الright أقول له 10PT أنا أضفتها من Left هنا أضيف 10PT ننظر، أستمر هذه أضيف العشرة PT وهذه أضيف لها عشرة ترى عشرة كثير يا عمي أتوقع عشرة كثير جدا عندما أضيف بين Object و Object لديك مقدار عشرة PT يعني أنت وايضيف مسافة جدا فالمفروض نقللها إلى ثلاثة PT أوكي، فأعود للأولى وغيرها إلى ثلاثة PT أوكي، ثلاثة نوعاً معقولة، هذا أيضاً ثلاثة هذا أيضاً ثلاثة هذه أضيفها إلى الright ثلاثة وهذه أضيف لها ثلاثة يعني من الجانب الright يعني بينها وبين جارتها أوكي، الآن هذه الأسفل من عدها يعني أيش تكون بتم أتوقع أضيف لها ثلاثة أيضاً انظر جميل وهذه من البتم من البتم بهذا الشكل طبعاً، هاي كلهم يحتاجون من البتم حتى يضف مسافة بين الوحدة وأخرى فتقول له أوكي، هذه من البتم 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 بهذا الشكل أوكي، يعني وضع لنا بالشكل اللي إحنا نريده حسناً، الواجهة الآن صرت بشكل اللي نريده دعنا نتقي في الدرس القادم ونحتحدث عن مزين التفاصيل ترجمة نانسي قنقر